اشتركوا في القناة يقدمها يعني البوليس او الشرطة او الداخلية وزارة الداخلية او الامن العام وقلنا احنا مركزين في هاي المرحلة على القطاع العام ثم ندخل ان شاء الله على المجتمع المدني من العملات اخواني واخواتي طبعا المهمة حق يعني اي بلد هو عملة قدرتها على التصدي لمحاولات التهريب ومحاولات الاختراق سواء التهريب الاختراق الامني بأي شكل من اشكال ولذلك كان واحدة من المشاريع التي عملنا فيها وكيف ان احنا نقلل ونستكشف مرة ثانية محاولات التهريب قبل ان تحدث وهذا ما يسمى مرة ثانية الذكاء الاستباقي والقدرة ان تتحدد نوعية المعلومات الصحيحة كان واحدة من المشاكل وايش يسوون اللي يعملون في المخدرات انهم يعطون معلومات زائفة لكي يلهون الشرطة ان معلومات معلومات زائفة متكررة لكي بعدين بعد فترة يدخلون الشرطة تتهاون عبر الوقت مع المعلومات الحقية ان والله ترى شحن الفلانية فيها البضاعة الفلانية فيها مخدرات فترى ان يستعجلونهم على ان مثلا يتابعون هذي يكتشفون الخبر زائف ثم بعد فترة يأتون بالشحنة مالتهم التي فيها المخدرات ولذلك كان كيف ان احنا نصفي المعلومات بحيث نركز على المعلومات التي هي اكثر احتمالا انها يكون فيها فعلا تكون حقية وبالتالي تم تتبع شحنة المخدرات من المصدر النقطة الثانية هو ايضا كيف ان احنا نحسن تدفق في المنافذ الرئيسية يعني العمل الامني يفترض ان لا يقلل من تدفق الفن العمل الامني ان يكون تدفق سريع مع ذلك في عمل امني في مراقبة بدون ما يحس المرة ثانية المواطنين او المستفيدين من هذه الخدمات وبالتالي احنا نقول ايضا السرقات لمحلات الذهب والمجوهرات ايضا هذه واحدة من العملات التي تلهم المجتمع وتصنع ليش؟ لانه اول شيء تؤسس كلها اللي قاعد نذكرها هي تؤثر في الاختصال الاجتماعي ام لا تؤثر في قضايا الفقر والعطالة والبطالة ام لا بالعكس يعني يستثمر في الحقيقة مثلا في المخدرات ولا في السرقات في المناطق الفقيرة او في المناطق هاي بحيث انهم يطلعون منهم الناس الذين يتعاونون معهم اذا هما ليسوا هما الناس الذين يسوون المشكلة الحقية ايضا الموضوع تقليل السرقات لمحلات الذهب والمجوهرات انه صنع النوع من التعاضد والتعاون بين تجار المجوهرات والذهب والشرطة المجتمعية ويكون كيف انه يكون في نواحي استباقية ومنهجيات للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات وكيف ان محلات الذهب نفس الشيء تتعاون مع بعض البعض لكي تحمي بعضها البعض شافت والله في حركة معينة من شخص ما على طول يتبلغ المحلات الذهب كلهم يتعاونون مع بعضهم بعض لكي يحمون بعضهم بعض فيكون الحماية الآمنة من الذات اكثر من الحماية الآمنة من الاعتماد على الشرطة او من الكاميرات وغيرها ايضا واحدة من الاشياء الجميلة في مشاريع العمل الشرطي والامني في تحققنا عملة الالهام في السكين الاجتماعي كيف انه احنا ما نخلي تتزايد عبر الوقت فبالتالي ما تصنع في الحقيقة نوع من ان تصير هي قضايا بين الجيران خاصة ان انت اليوم لما تصير مشاكل بين جيران تبدأ بسيارة خلاف بسيط على موقف ثم تبدأ مشاكل اكبر ثم مشاكل اكبر ثم مشاكل اكبر لان تصل الى المحاكم وصير قضايا وتصور هذا التكرر خاصة بسبب انه مثلا انه في المناطق التي تكون فيها ازدحام في المواقف والطرقات وغيرها فلذلك كان في مشروع هو سحب الفتيل في الحقيقة الذي يؤدي الى الخلافات بين الجيران اعتبارا من مركز الشرطة فمركز الشرطة يعتبره كأنه مصدر لحل الخلافات بدل ما هو يكون مصدر لعمل بلاغات ضد الآخر وهكذا فيكون كأنه يجعل صاحب الشرطة يجعل كأنه هو دوره هو مصلح اجتماعي اكثر منه فقط انه عمل شرطي وهذه طبعا اقلل بكثير عدد الدعاوة والبلاغات التي كانت تحدث بين الجيران او بين المناطق بشكل عام ايضا تقليل حالات البلاغات المتحولة لقضايا وانتهاج الصلح الاجتماعي وخاصة بين افراد الاسر مرة ثانية نفس الشي اليوم في خلاف الى اخوان مثلا مع بعض واخوات مختلفين على الوارث على كذا فتم في الحقيقة ايضا وضع مناهج واضحة ومنهج واضح لكيفية عمل الصلح داخل المراكز البعيد يكون هناك نوع من منهجيات للصلح الاجتماعي ومتطورة بناء الخبرات المتراكمة بناء القضايا السابقة وبناء على ما حدث بعد ذلك وكيف انه ينتج حتى في وسائل اللي هو العلم النفس وغيرها من المنهجيات فبالتالي هذه شيء مهم بالنسبة حق حالات البلاغ فتم انه اصبحت ان البلاغ ما يتحول الى بلاغ الا وبلاغ مسجل ويتحول الى دعاوة وكذا الا لما يكون تفشل عمليات الصلح عدة مرات بين افراد الاسرة الواحدة ايضا واحدة من الوسائل المهمة التي وجدناها ترفع عملة الالهام في الحقيقة المخاطر من البيوت المهجورة انت عندك في مناطق فيها بيوت مهجورة وصار لها فترة غير مؤجرة وغير مسكونة او هكذا فكيف ان انت تأتي وتحمي هذه البيوت كيف يكون فيها حماية بحيث ما يدخلوا فيها الاطفال يصير فيها اعتداءات جنسية يصير فيها مخدرات عليها سرقات فكيف نحمي هذا الشيء بشكل سليم ايضا تحسين اخلاقيات الطلبة المشاغبين بالتعاون بين المراكز والمدارس كيف انها مرة ثانية نحل المرة ثانية الاخلاقيات هذه ومشاكل طلبة المشاغبين من خلال ان تكون هناك المراكز الشرطية تأتي بالطلب المشاغبين وتجعلهم جزء من افراد العمل الشرطي في المناطق في يأتون مثلا يذهبون الى المناطق التي فيها مشاكل ويشوفون بنافسهم كيف انهم يشطق تعالج هذه المشاكل فهو كأنه نوع من التعليم الغير مباشر لهؤلاء الطلبة المشاغبين شوفوا كيف نهاية هؤلاء الذين يمشون في هذا الخط ويسمح المشاغب بالعكس يتحول من شخص وسيء الى شخص ايجابي يحاول انه يغير من عادات وسلوكيات ويعطي افكار في الحقيقة يمكن حتى عقل عمل الشرطي بشكل او باخر ايضا تحسين ثقافة السجين كيف عادات وسلوكيات وفرضيات جديدة ونظرة جديدة لدورها في الحياة ايضا مرة ثانية هاي كان واحدة من عملات الالهام التي عملنا عليها ايضا في مشاريع العمل الشرطي كان في رفع قيم الاستقرار الامني من خلال البرامج الصيفية الاطفال والمراهقين كيف ان احنا مرة ثانية الشرطة في البحرين مثلا وكثير من الشرطة شرطة في كثير من دول العالم متقدمة عندها برامج هي عبارة عن وقاية امنية الهدف البرنامج هو تقضية الشباب المشاركين في البرامج الصيفية اللي هم ياخذون الفئات العمرية من عمر مثلا عشر سنوات الى عمر مثلا سبعة عشر سنة كيف ان يعطونهم مهارات وافكار وهذه بحيث انهم يأتون يشاركون في البلد ويبنون في البلد ويساهمون في افكار في البلد ونفس الوقت هما يصبحون كأنهم عندهم نوع من الحماية الامنية في عقولهم وفي اخلاقياتهم وبالتالي يصبحون ناس صالحين في المجتمع مؤثري عن المجتمع بشكل او باخر كيف ايضا نفس الشي ترفع العائد من خبراء الداخليين في داخل المؤسسة الامنية في رفع اقتصاد المعرفة ده نشكل نمر ثاني في معلومات كثيرة تتوفر لدى الجهاز الامني وجهاز الشرطي كيف نحن نجعل مفيد لحماية اقتصاد المعرفة لتعزيز اقتصاد المعرفة لاستفادة من الخبرات الموجودة داخل المؤسسة الامنية مؤسسة ضخمة فيها علماء في الحاسوب فيها علماء في الدكاء الاصطناعي فيها في الادارة وهكذا يعني مختلف التخصصات كيف نحن نجمع هاي التخصصات مع بعضها وقال لي هم يستفيدون بعض من بعض والادارات تستفيد من بعضها والحكومة ايضا والبلد تستفيد من بعضها كان ايضا هذي واحدة من عملات الالهام التي عملنا عليه ثم رفع جاهزية الوقاية والسلامة من الحريق من خلال ادارة المخاطر المدنية بحيث ان يكون في الحماية في داخل كل مبنى وعلى فكرة يعني كل اللي اذكره لكم الان هذه الحالات التي عملنا عليها مختبرات هو جزء من برنامج خاص تم العمل به غير برنامج البحرين التميز ذكرته سابقا الذي كان له شكر في بداية مختبرات الالهام برنامج خاص اسم القيادات الملهمة كان الموجودة في المجتمع وتكون استباقية ويكون لديهم ايضا قصص نجاح خاصة بالعمل الامني والعمل الشرطي مما يحسن سمعة العمل الامني والعمل الشرطي رفع الجهازية الوقاية والسلام من الحريق مناطق انه كان في كل المناطق والبيوت بشكل عام يعني او العمارات التي عمارة فوق ست طوابغ يفترض انه يضع شخص هو يكون المسؤول عن السلامة المهنية في داخل السلام الحريق في داخل العمارة غير السكوريتي غير الحارس الذي موجود في العمارة والسكوريتي وهدف هذه الاشخاص هم في الحقيقة الوقاية والتدريب المستمر والتواصل مع جهاز الدفاع المدني بحيث ان يكون دائما فيه نوع من التدريب السنوي على الاخلاق على التعامل مع الحريق على توفر اجاوات الحريق ويكون فيه نوع من المراثانية المناقشة والثقافة التي تقلل من المخاطر على السكان هاي العمارة وعلى المنطقة التي يعيشون فيها ايضا كيف يتم تحسين الاستدلالات في مراحل ضبط القضاء يعني كان دائما فيه قضايا ترفع من المراكز الشراطية تبدأ وتذهب إلى القضاء لكن ترفض من الغضاء بسبب عدم توفر الأدلة فالقان يعني الغضية تأخذ فترة طويلة بسبب ليس لحكم القضاء فقط يأخذ فترة بسبب عدم توفر الأدلة فاحيانا فيه جريمة وجريمة يعني واقعة ومشود بها لكن لأن عدم سحب الأدلة بطريقة سليمة وعدم توفر طريقة لكتابة الأدلة بطريقة سليمة ترفض القضية فيخسر في الحقيقة المظلوم يظلم يعني يظلم المظلوم وينجح الظالم فلذلك كان فيه هذه العملة عملة الإلهام في مجال الاستدلالات في الحقيقة التي تأخذ في مراحل الضبط القضائي من عملات الإلهام الأخرى أيضا الحد من مخاطر العمال السائبة طبعا هذه مشكلة كبيرة في كل دول العالم لكن بالذات في دول الخليج العربي العمال السائبة هي عمالة أجنبية يعني غير عربية عادة وتكون تتنقل بدون حتى ما تتجدد لقامتها وبالتالي كان في مشكلة كبيرة كيفية أن هذه العمالة تصبح ما خطر على البلد كيف نحن نستكشفهم كيف نحن يعني نقلل مخاطرهم هم يسوون جرائم هذي لأنه يبقى ما يأكلون مثلا ما يحصلون وظائف في كل مكان فكيف ننقلل من المخاطر كيف نحن نحسن من قدرة الجهاز الأمني أنه يعرف أماكنهم يعرف يقبض عليهم يسفرهم يمنع الجريمة قبل أن تحدث وحينما عندهم منهجية أنها يسفرون المجرم الذي يعمل الجريمة لا إذا في ناس والله في عندهم في نوعية من العمالة هي تعمل جرائم إذن هنا أتعلم وأعرف كيف أن أنا يعني أسيطر على هذه النوعية من العمالة بحيث أني أنا يما أضطرها وأجعلها عمالة غير ثائبة يعني عمالة مقننة أو نقبض عليها العمالة ونرحلها من البلد قبل أن ترتكب جرائم أخرى مكافعة الجرائم الاقتصادية من خلال تعزيز إدارة المعرفة المجتمعية أيضا كان واحدة من المشاريع المهمة كيف ننقضي الجرائم الاقتصادية سواء التي تتعلق في الخلل الأمني في الاعتداءات على أجهزة مثلا الحاسوب أو الاعتداءات على مرة ثانية أو غسيل الأمال أو غيرها من الأشياء التي هي تهز في الحقيقة المجتمع فبالتالي كيف نعزز المعرفة المجتمعية بحيث أن الناس ما تشارك في شركات وهمية ما تشارك في مثلا في البيتكوين الناس كثيرة قاعد تخسر بسبب المرتين ليس فقط أن البيتكوين هو شيء اللحين غير معروف وناس يعني موضوع اللحين عليه شك وعليه كلام كثير ولكن أيضا الشركات الوهمية كثيرة التي تبشي في هذا المجال أو الناس الذين يرغبون في الربح السريع أيضا تسهيل إنجاز المعاملات تصدار الإقامة للمتعاملين كيف أن نحن يعني يكون عندنا إنجاز معاملات تصدار الإقامة للمتعاملين بحيث أنه يتم بسرعة وتكون في أقرب وقت وتكون بدون ما يكون الإنسان يقع عليه مخالفات كثيرة يعني أو ما تكون لها داعي هذه أمثلة ترى بسيطة من مشاريع كثيرة تم تنفيذها في الحقيقة مع وزارة الداخلية أو العمل الشرطي وأنا أرى أن مهم جدا خبراء إخصال الإلهام يتعرفون على هكذا مشاريع لأن من خلالها نستطيع أن نصلح المجتمع ونؤثر في الاختصاد الاجتماعي ولذلك كثير ما نستطيع أن ندخل في مشاريع مع الشرطة لأن هم في الحقيقة يعني صايرين البوتلنيك هو منطقة العنقز الزجاجة التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى كثير من قضايا التي تتعلق في الاقتصاد الاجتماعي ونحل مشاكلها بطريقة مسبقة وآمنة ووقائية الله وفقنا وإياكم لكل خير ونشوفكم إن شاء الله على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة